السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا رابع؟ معكم وفا إحسين من أكاديمية الذكاء الدولية اليوم يا مصر نستكمل حل أسئلة الوحدة الثانية وصلنا للدرس الثالث صفحة 43 افتحوا لي على أسئلة الدرس الثالث السؤال الأول اقترح طرائق جميع طرق اقترح طرائق للحد من هدر المياه ما هي طرق هدر أو الحد من هدر المياه؟ أول طريقة يا مصر إنه استخدام أدوات توفير المياه اكتبوا واحد استخدام أدوات توفير المياه رابع الأدوات اللي بتنحط يا مصر في الحنفية هاي الأدوات بتوفر أو بتقلل من كمية الماء اللي نازلة من الحنفية اتنين الصيانة الدورية لأنبيب المياه يعني كان عندنا حنفية بتسيل أو ما سورة بتسيل يا مصر إنه نسارع إلى إصلاحها أيضاً عندنا فتح وإغلاق ثلاثة فتح وإغلاق صنبور المياه أثناء غسل الوجه مش وأنا بغسل يا مصر أظن نفاتح المي لأ يا مصر نسكرها لما نخسل وجهنا ونفرقه بإيدانا والرد نفتحها لما بدنا كمان مي أو نحتاج إلى المزيد من المياه هاي هم يمس تلات طرق واحد اتنين تلات اكتبوهما جواب السؤال الأول اتنين ميز السلوك الإيجابي من السلوك السلبي فيما يأتي ألف استخدم خالد خرطوم المياه لغسل سيارة والده يعني الخرطوم اللي هو البربيش المي شغله وخله شغال يمس بغسل فيه السيارة أنه أفضل أنا أستخدم البربيش ولا أستخدم الدلو أكيد يا مص الدلو لأنه أنا هيك بتحكم بكمية المي اللي أنا بستخدمها إذن هذا التصرف أو هذا السلوك سلبي باع لم يخبر سامر إدارة المدرسة عن صربور الماء المكسور في ساحة المدرسة يعني حنفية الماء الموجودة في ساحة المدرسة هذا السلوك سلبي ليش؟ لأنه الأجدر والأبدع لهذا الطالب أو لسامر أنه يذهب إلى مديرة المدرسة أو المعلمة يخبرها أن حنفية الموجودة في السحة يعني معطلة أو بتسرب مية أو مكسورة يا مص جيم تشارك أسماء في حملة الحفاظ على الماء سلوك إيجابي هذا السلوك إيجابي لأنها لابد إحنا من عمل حملات بشكل دوري بشكل مستمر من أجل توعية الآخرين بأهمية الحفاظ على الماء دال تخسل والدة غاية الأطباق غاية اسم بنت يمس الأطباق يعني لسحون في وعاء مملوء بالماء هذا التصرف أيضا سلوك إيجابي لأن هيك بتعمل على التحكم بكمية الماء اللي بتستخدمها في غسل الأواني أواني المطبخ ثلاثة علل ما يأتي ينصح بعدم ريء المزرعات وقت الظاهرة وقت الظاهرة يعني الظهر لما يأذن الظهر بتكون هاي الفترة وقت يعني فترة الذروة يعني بتكون درجات الحرارة عالية فالآن لما أنا أسقل الأشجار أو النباتات في هاي الفترة أولا بتنحرق أوراق الشجر لأنه بتيجي عليها المي وأشعة الشمس بتكون قوية فأشعة الشمس لما تسقط على الأوراق والأوراق بتكون مبللة بتنحرق ثاني شيء المي بتتبخر فما بتستفيد النباتات أو المزرعات من المي اللي أنا يعني برويها فيها فالأفضل أني أنا يعني بعد العصر أو بين العصر والمغرب أني أنا أسقي أو أروي النباتات أو المزرعات أو الصباح الباكر يمس أو فترة الصباح الباكر إذن الجواب هنا لأن المياه تتبخر بسبب الحرارة المرتفعة واضح؟ لأن المياه تتبخر بسبب الحرارة المرتفعة هلأ افتحوا لي صفحة 47 السؤال الأول عرف الترشيد الترشيد هو الاستخدام الأمثل أو المعتدل للموارد بعيداً عن الإسراف يعني زي ما حكينا هلأ أني مش أظني فاتحة الحنفية على الآخر لا يا ميس يعني أفتحها يعني بطريقة أني أني أنا أستفيد منها مش أنا بس خاص بأظن فاتحة المي وخلص إذن الاستخدام المعتدل أو الأمثل للموارد بعيداً عن الإسراف اثنين ما ترائق ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل حكيت لكم كيف أول شي أنه إحنا يا ميس نحكي لبابا أو ماما يا ماما هات تعالي نغير كل مصابيح البيت ونستخدم المصابيح توفير الكهرباء أو توفير الطاقة إذن استخدام مصابيح توفير الطاقة هاي هالمصابيح يا ميس لحكيت لكم عنها احكوا لماما وبابا استخدموها لأن هاي المصابيح بتوفر الطاقة طاقة الكهرباء وبتيجي عندنا فاتورة الكهرباء شو بتكون قليلة أيضاً يا ميس اثنين اطفاء المصابيح في الأماكن الفارغة إذا كانت الغرفة فارغة ما فيها حدا ما في داعي أظن مشغل الضو صح؟ أطفي ثلاثة عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية نعملها الصيانة لأنه في أجهزة لما تتعطل تستهلك كهرباء أكتر أو أنه أحياناً الناس بتشغل الأجهزة وهي خربانة فهي بتصرف كهرباء الفاضي يا ميس ناقش المواقف السلبية الآتية مقترحاً حلول ألف تشغيل السلالم الكهربائية غير المستخدمة في الأسواق العامة يعني كتير من المحلات بكونوا مشغلين السلة من الكهربائية وما في ناس فيتي عليهم أو ما في زبائن فإيش أنت بتنصحهم؟ أنا بالنسبة إلي بنصحهم أنهم إطفاء السلالم إطفاء السلالم أنه يوقفوا السلالم أنه ما تتحرك خلص مدام ما في ناس كتير ما في داعي للسلالم الكهربائية التباءة إنارة المصابيح في بعض الشوارع نهاراً كتير بنشاهد أنه في مصابيح شغالي بنهار بالشوارع فهونا إطفاء المصابيح نهاراً وإنارتها وين تلازم تكون؟ ليلاً أنا شو نصيحة لنستخدمها؟ أنه نخبر الجهات المختصة أنه هناك أضوية شاعلة في النهار استعمال غسالة الملابس لغسل كمية قليلة من الثياب كتير من الناس مثلاً بتكون إطعاتين ثلاثة من الملابس بيشغلوا الغسال أوتوماتيك وبيحطوهم هذا الطريقة غلط يمس الأفضل أنه إحنا نجمع الغسيل ونضعه مرة واحدة في الغسالة إذا كانت الملابس قليلة غسلها وين يمس؟ في الدلو يعني في السطر يعني إذا كنا مضطرين إلها ما نشغل الغسال أوتوماتيك؟ لا نجمع إذا كانت الملابس قليلة غسلها في الدلو دال إنارة مصابيح أسوار المنزل الخارجية طوال الليني كتير من الناس يعني بتلاحظ أنهم مشغلين الأضوية لخارج المنزل الموجودة برا ليش؟ خلص متى ما أنت ذهبت إلى النوم أطفئ جميع المصابيح لا تخلي مصابيح شغالة صح ولا لا؟ يعني إذا الواحق إنساني يعني في ناس ما بتحب تنام بالعتم وهذا طبعا هذا الأجدر يعني للناس اللي عندها أطفال إنهم ما يدفق جميع الأضوية يشغلوا النواسات أو يشغلوا ضو مثلا بعيد عن الغرفة اللي بناموا فيها المهم ما تكون كتير عتمة خاصا للناس اللي عندهم أطفال إذن إيش من نصحهم لهذول الناس اللي بدول مصابيح الخارجية طوال الليل إطفاء المصابيح عند الذهاب إلى النوم إطفاء المصابيح عند الذهاب إلى النوم ها استخدام زميلين سيارتهما سيارتيهما يوميا في الذهاب إلى المؤسسة التي يعملان فيها يعني اتنين صديقين أو زميلين في العمل بيذهبوا إلى نفس المؤسسة بس كل واحد بيذهب في سيارة إنت إيش بتنصحهم؟ أنا بنصحهم إنهم يستخدموا سيارة واحدة بالتناوم يعني أسبوع مثلا هو يروح بسيارته ويروح زميله معه نفس السيارة والأسبوع الثاني يروح بسيارة الزميل الآخر يعني ما يروحوا كل واحد بشكل منفرد يعني لا يروحوا الاثنين مع بعض إذن يتشارك الزميلين في سيارة واحدة بالتناوم يعني كل زميل يعني يعني يتناوم مثلا أسبوع هذا و أسبوع هذا وهيك يا مس بنكون أنهينا حل الأسئلة بتمنى أنكم استفدتوا يعطيكم العافية